ودي جزئية مهمة. الاهل يدرس استبعاد فتحي من تدريبات الفريق اللامجملة. وموضوع احمد فتحي الناس خلاص. ده قتل بحث. يعني كلنا نتكلمنا في موضوع احمد فتحي يعني والعالم كله تكلم في قصة احمد فتحي. لكن فيما يتعلق باستبعاد اللعب من التدريبات فده امر يا جماعة يخص المدير الفني. اااا لا يخص احد غير المدير الفني. يعني مدير الفني هو اللي حيقدر يقول احمد فتحي معايا في التدريبات مش معايا في التدريبات المدير الفاني هو اللي يقدر يتكلم وهو اللي يقدر يخد القرار ده ممكن تكون محتاج احمد فتحي لما تبقى من مباريات في الموسم انت عندك محمد هاني طبعا جودة جودة عالية جدا لعيب مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي لكن في نفس الوقت انت عندك تحدي افريقي مهم الله اعلم ممكن يبقى فيه اصابات ممكن فيه حاجة انا بتكلم دلوقتي يا جماعة ده نظرة تاخيه لي انا معرفش قرار بخصوص احمد فتحي هيكون ايه خلال الفترة اللي جاية لكن بحاول استشفى معاكم الامور احمد فتحي اعتقد قرار تواجده في التدريبات او استبعاده ده حاجة تخص فقط لا غير مش اي حد تاني اه في النادي والكل بيجتهد في الملاف ده يقول لك خلاص هو اللعب راح فالاهلي مش هيمرنه ليه مش هيمرر هيحول بقى يتغل لا لا مش اسلوب النادي الاهلي ان هو يحاول يعطى اللعب او يحاول يموت لعب ده مش اسلوب النادي الاهلي في مواقف اخرى بتبقى مختلفة وبرضو بتبقى ترجع لرؤية المدير الفاني هو اللي بيقرر كده لكن تدخل من احد لا اي شيء بيتعلق بالفرقة فايلر فقط هو المسؤول عنه هو المتحكم هو صاحب القرار عشان نقفل القصة دي كمان هما بيقولوا ان الفايلر يطلب تقشيرا فانية عن باسم علي طبعا فيه تقرير فاني حيكون على باسم علي لعب الفريق معار للجونة ومش باسم بس كل اللعبة المعارة حيكون فيه تقرير عنهم ده امر طبيعي جدا عشان تشوف بقى احتياجاتك الموسم جديد ممكن بعض اللعبة اللي عندك على قوتك اساسا ومطلعهم معارة تبقى محتاجهم فبالتالي الجموم يدعموا صفوفك منهم باسم علي وهارد جدا ان هو يرجع النادي الاهلي مع بداية الموسم والتقارير مش بتبتع علق بباسم بس لا بعدد كبير جدا من اللعبي المعارين عشان تعرفوا تقف على مستوياتهم عروض خالجية ليه جيرالدو طبيعي جدا ان اي حد يجيل عروض لكن حتى الان ما فيش اي عروض رسمية اي لعاية في النادي الاهلي طبيعي جدا ان يجيل عروض الكلام هنا بالتحديد على جيرالدو لان الكل مثلا ممكن يكون بيتكلم ان جيرالدو من اللعيبة مثلا ممكن بعض يقايمه ان هو مش جاو تديني معاني لعيب كويس وكل حاجة اه لكن طبيعي جدا من اتلعى مثل هذه الاخبار في الصحف شكرا